أستاذ أبو العلاق السلموني كيف ترى المسرح في مصر الآن؟ يعني هو حاله سيء بصراحة لأن المسرح زي ما قلنا أنه هو أساسه الجدل والحوار وإحنا عندنا قضية مهمة جدا وهي قضية الإرهاب هذا المسرح لا يقوم بدوره في هذه المسألة على الإطلاق حتى الآن أنا شخصيا عملت هذا الدور كتبت ما يقرب من عشر مسرحيات عن الإرهاب ومفترض أن المسرح المصري يهتم بهذه المسرحيات جملة المسرحيات لم يظهر منها شيء على خشبة المسرح؟ فيه ظهر بس نادر منها زي مثلا تجربة كرم مطاوع ديوان البقر دي كانت عن قضية بتواجه قضايا الإرهاب وديقدمها كرم مطاوع يعني لكنها ليست عن إرهاب هذه الأيام يعني لا ده في التسعينيات أي بالزبط التسعينيات يعني من قطرة طويلة ها طبعا هل نتكلم على المسرح المصري الآن مسرح المصري عشان يتصلح لازم يكون هناك لجنة قراءة مركزية تطلع على النصوص المسرحية اللي بتقدم على هذا المسرح حتى لا تقدم أعمال لا معنى لها وأعمال بعيدة عن الواقع وبعيدة عن قضايا المكتبع فهذه اللجنة مش موجودة كانت موجودة زمان عندك المصرح القومي مثلا كمصرح قومي مصرح القومي الإنجليزي عنده مجلس اسمه المجلس الفدي أو مجلس الأعلى للفنون هناك هو اللي بيشرف على هذا الموضوع وهو اللي بيقدم الأعمال بتاعه احنا ما عندناش هذا المجلس للأسف الشديد ده حريك بالحية بتشير لشيء في منطقة الأهمية يعني لماذا لا يكون هناك لجنة دائمة لمراجعة النصوص المقدمة للمسرح لا لا ما فيش مش موجود المفروض فيه مكاتب فنية في كل مسرح للأسف الشديد ما فيش فيه مكاتب فنية وإذا كانت فيه مكاتب فنية تبقى من بعض الأصدقاء والأتباع وخلاص ومشي أمورك وخلاص يعني المسألة ما تبقاش بشكل علبي وبشكل مرصود لا مش ده موجود ده حاجة حاجة تانية المسارح ملاش هوية يعني اللي بيقدم في مصرح الطليعة هو اللي بيقدم في مصرح السلام هو اللي بيقدم في المصرح القوبي محدش عارف هوية كل مصرح المصرح القوبي لابد أن يقدم الأعمال الكلاسيكية ذات القيمة الفكرية ولكبار الكتاب ده مش موجود بينما مثلا مصرح الإنجليزي شيكسبير ده دائم موجود عنده على طول لا ينتهي ده فين توفق الحكيم فين ألف رد فرج فين صلاح عبدالصابور فين محمود دياب مفيش فإذا لابد أن يكون لكل مصرح هوية فالمصرح القومي يقدم الأعمال المصرح الحديث يقدم الأعمال الحديثة مفترض كده المصرح الطليعة يقدم الأعمال التجريبية مثلا مصرح الكوميدي مصرح الأطفال مصرح الأطفال يقدم للمصرح الأطفال بالضبط كده مفترض هذا لكن ده مش موجود للأسف حتى أماكن هذه المصرح الآن مثلا في العاصمة في القاهرة أعتقد أنه من الصعب جدا حتى الوصول إليها من الزحمة ما هو لأن إحنا ما بنفكرش نقدم المصرح للناس إحنا بنقدم المصرح لنفسنا وبنخلي الناس هما اللي يجلنا لا إحنا اللي نروح للناس هقول لك حاجة دميات مثلا كبسال دميات فيها مفهاش مصرح مدينة دميات بحالها مفهاش مصرح والمصرح الوحيد اللي كان فيها مجلس اللي هو بتاع مجلس البدينة مهدوم خدم يعني محافظة كبيرة ليس بها مصرح واحد ليس بها هذا المصرح وكثير من المحافظات برضو راس البر راس البر كان فيها مصرح اسمه ستة أكتوبر مش موجود اتهدم يعني هناك يعني الآن محافظات وإحنا الحقيقة من نؤكد على هذا الوضع طبعا إنه ليس بها دور سينما وليس بها دور مصرح ودور السينما مثلا وبالتالي يعني كيف لنا أن نتوجه إلى الناس بأي طريقة مفيش دور سينما ودور مصرح وده الحقيقة ده شيء مهم جدا جدا مش شديد ده مش موجود يعني أنا فاكر أنه دومياط فيها كم من ثلاث سينما سينما اللبان سينما دومياط سينما أمير مش موجودين دلوقت حاليا المسارح مفيش مصرح حتى أصل الثقافة اللي كان فيه مصرح مهدوم يعني بنوجه بمنتهى يعني الأهمية لهذا الموضوع إنه لابد لمحافظات مصر أن يكون بها سينما ودور مصرح